زيارة وعاش وراف السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلات بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزي وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمتان أسسات أساس الظلم والجهور عليكم أهل البايد ولعن الله أمتان دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمتان قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أميتا قاطبا ولعن الله ابن مرجانتا ولعن الله عمر بن ساع ولعن الله شمرا ولعن الله أمتان أسرجات وألجمات وتنقبات لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عضم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيتي محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصبا لك الحار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنا عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم ومن الناص بينا لكم الحار وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدوا لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدما صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثالثون مع إمام مهديين ظاهرين ناطقين بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصاباً بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والآر اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أميان وابن آكلة الأكبر اللعين بن اللعين على لسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا شفيانا ومعاويا ويزيد ابن معاويا عليهم منك اللعنة أبدا الآبدي وهذا يوم فرحات وهذا يوم فرحات به آل جياد وآل مروانا بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليه وبالموالاتي لنبيك وآل نبيك عليهم السلام اللهم لعن أول ظالمين ظلما حق محمد وآل محمد وآخرا تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعات وبايعات وتابعات على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقيا الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحابه الحسين اللهم خص أنت أول ظالمين بل لعني مني وابدأ به أولا ثم الثانيا والثالثا والرابي اللهم العن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعدين وشمرها وآل أبي سفيانا وآل زياد وآل مروانا إلى يوم القيامة يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين من عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجغون